اهلا بكم. رجعت لكم عشان نشتغل مع بعض الجزء الثلاث من عمل العقد. بعد ما عملنا الكتعة المربعة اللي هي البداية بتاعت الشول. اللي هي دي. عملناها. خبرصناها الجزء اللي تحت ده. هنبدأ نعمل السلاسل الموصبة للجنيب عشان نبدأ نعمل الجنيب. احنا بنقسمها بالنسبة. يعني احنا آنعمل السلاسل ازاي? احنا نعد للسلاسل اللي عندنا. تمام؟ احنا مثلا هنا عندنا اربعين فتلة. هنقسموهم عشان حنوزين جنبين. هنقسموهم عال اتنين. حين عشرين وعشرين. تمام. طيب السلسلة عبارة عن ربعة. السلسلة عبارة عن فتلتين. فتلتين اون. كل سلسلة عبارة عن فتلتين. بنجيب بقى الابرة اللي هي بتتفتح اللي هي النهلوبة دي او الابرة الطويلة العادية وبنلضم الالفة ثلاثين في الابرة وبنعمل السلاسل السلاسل برضو الالوان بتاعتها انت حرة فيها عايزة ايه عايزة تعمليها اللوم واحد زي ما انا عامليها كده تمام عايزة تعمليها الوان متعددة برضو براحتك از تعملي اول جزئية منقطة لها مثلا احمر اسود احمر اسود وبعد كده جزء منه سادة وبعد كده تنتهي بالأحمر واسود أحمر واسود تاني ماشي لكن احنا في البداية خلينا نعمل لون سادة مثلا بحيث ان احنا ايه ما نتغلبش في عمل بنيجي نعمل الخط الأولاني أو السطر الأولاني لما يكون في خرصة زيادة ولا حاجة في خرصة زيادة بنتر نكسر خرصة من ايه من اللي في النص لكن كده ان شاء الله يعني مش هنحتاج نكسر حاجة يبقى احنا كده هنعمل ايه عشر سلاسل ليه لانهم عشرين سلسلة عشرين فتلة كل فتلة كل سلسلة على فتلتين يبقى احنا نعمل عشر سلاسل اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تمام يعني زي ما انتفقنا احنا بناخد سلسلتين بناخد فتلتين طبعا احنا بنحاول بقى ايه نفردهم عن بعض كده وبنلضمهم في الابرة الطويلة لو مكنش بقى انت عندك الابرة الطويلة العادية ولا الابرة الهلوبة هت ممكن تلضميها في الابرة العادية اللي هي ابرة اللي احنا بنشتغل بها العادية خالص مثل مثي بيتودهموني LOL نعم بتعطيها الابرة القويلة اللي هي بخل مواسعة عادية يا ايبرة بتفتح يا ايبرة واحدة ستعطيها الفتلتين تمام قريب طول ايه طول سلسلة قد ايه طول السلسلة برضو زي ما انت حابة العقد طويل معاكي ولا عايز العقد متوسط فها طول بتاعتها اقل حاجة 4 سنتي ده اقل سلسلة ده خمسة سنتي كذا هو يبقى 4 سنتي تمام؟ احنا عمليه متوسط 5 سنتي ممكن تعمللها 6 6 سنتي يبقى انت عندك 4 و5 و6 يعني ام تعملها 4 ام تعملها 5 ام تعملها 6 زي ما انت عايز تمام؟ احنا عملناها هنا ايه؟ خمسة سمتين هنجي بقى نشتغل ايه الجناب وعشان بقى التصوير يعني اول وقت وكده مش هعمل معاكم السلاسل دي ايه يعني مسلا ادي ايه السلاسل دي هعملها بنفس الطريقة دي فانت بتعملي جنب وبتخلصيه وبقى كده عملي الجنب التاني تمام طيب هنا بقى ايه يبقى عندك الجنب كام هتحديهم حتقيهم تسعتاشر خرزة لو عدتي الخرز بتاع الجناب ده هتلاقيهم تسعتاشر خرزة بس احنا عندنا عشرين فتلة هتحطي هو اول سطر كله انبيتي او كله احمر هنعمل بقى ايه هنجيب الفتلة برضو ونربطها في فتلة واحدة بس من الفتلتين اللي في السلسلة الاولى ادي السلسلة الاولى في الجنب ده اول واحدة اول سلسلة بناخد فتلة واحدة منها بس ونربطها تمام ونعدي برضو من تحت كل السطور اهو ونبدأ بقى ايه نشتغل ان احنا بنفتح بقى السلسل اللي احنا ضمنهم دول كل سلسلة من دي بنفتحها ونحط فيها خرزة ونقفها كده اهو كده واحدة في الفراغ في الفراغ اللي هي ايه اللي هي بين السلسلة والسلسلة ده فراغ فبنحط واحدة بنفتح السلسلة في الفتلتين منحط وحدة خرزة فيها وبقى خرزة التانية في الفراغ وبعد كده خرزة التالية في واحدة واحدة في الفراغ كده واحدة في الفراغ وحدة السلسلة اهو عادي عملنا ايه? اه حوالي خمس خمس خراضات وندخل الابرة فيها. بس بحد ما احنا نزبطناها. ونشد البطل. نعمل بقى كده واحدة في الفراغ. واحدة سلسلة اهون. عادي عملنا ايه? اه حوالي خمس خمس خراضات وندخل الابرة فيها. بس بحد ما احنا نزبطناها. ونشد البطل. نعمل بقى نفس القصة بنعملها في بقية ايه? في بقية الخرز. اللي هي عندك خرزة في الفراغ وخرزة بين اتفا تلتين المضمومين في سلسلة واحدة. بنفتحه. من بعض. كده. تمام? واحدة في الفراغ. اهو. اهو كده. تمام? شايفين? بعمل بشويشة اهو عشان ايه? تاخذوا بلقوا. اهو. شايفين? احاول اعرب لكم. اهو. يبقى سلسلة اه خرزة بين السلسلتين. في اه بين الفتلتين في سلسلة واحدة. وخرزة في الفراغ. خرزة في الفتلتين. بين الفتلتين. وخرزة في الفراغ. خرزة في الفتلتين. وخرزة في الفراغ. برضو اول سطر زي ما البداية. كان ايه? كان اسعى في سطر. اهو في حاجة كمان سيتقول لكم عليها. اقول لكم دلوقتي. نكمل بس السطر ده. كده. نشد. احنا بعد ما بنعمل السلاسل بنربط بنربط الخيط على النول تاني. تمام? بنلفه زي ما انتم شايفين كده بنلفه على المصورة. احنا ممكن اه احنا ممكن بنلف دي. بنلف دي كده اهو. فالخرز بيللف معانا. تمام? وممكن ايه? وممكن اللفه هو ده نفسه على المصورة. الشغل على المصورة. تمام? وبعد كده ايه? برضو بنشد الخيط من ناحة تانية. وبنبدأ الشغل بتاع النول بتاعنا. تمام? بس يعني انت مش الخيط لما بتشديه مش لازم بتشديه زي اول مرة اللي هو لازم يبقى جامد وده غضي بالك ما تعمليش مش عارف ايه وشدي هنا وحطي فتلة صحوف وبتاع. لأ. في في الخرز في الشد الخيط تاني بعد ما تعمل السلاسل بيبقى على خفيف. مش مش مرخي كده مش مشكلة. تمام? اولت برضو قلوك اش انت بقوا ايه? ما انت تعرفي تشتغل يعني وخلاص. مشي? هنكمل بقية السطر. معلاش كدت باشتغل ببطء. بس عشان خاطر ايه? اولتك خطوة خطوة. نفتح كده. هو ده ما قلت لكم السطر ده بيبقى غالش شوية. بعد كده الدنيا بتبقى كويسة. اشتغل بصده. اشتغل بصده. اشتغل بصده. موسيقى. اشتغل بصده. اهو. نعم بقى ايه نزبط السطر ونزبط ايه? ونزبط الاخراص. اهو. كده الاحنا عملنا ايه؟ اول سطر. بعد ما شدنا الخرص تاني على النول. الفتي ل Davidson فتاة هنبدأ بقى نبقى في في البترون. نشوفه بكيف زالي ونستعمل على اساسه. يلا نشوفه السطر التاني بالتعمل ازاي. هياه هانا بقى ان شاء الله السطر التاني بعد ما عملنا الخط على النول واعملنا الثلاسر وعملنا السطر الاول بعد كده بقى السطور ان شاء الله هتبقى سهلة خلاص. حطينا الخرز زي ما هو موجود في البطرون. هو بصه بقى. الخرز بقى ايه? هيبقى سهلة زي ان شاء الله ما عملنا في قطعة. هي كتفى قولها بس صعبة. وبعد كده ايه? بقت سهلة جدا. اهو. لان الخرز خلاص بياخد ايه? بياخد المجرى بتاعه. اهو. اهو. ده كده تاني سطر. هيبقى السطور بكده في انتهى السهولة وما فيهاش اي مشاكل. يلا نكمل ونشوف اه نعمل مع معاكم مثلا السطر اه التالت والسطر الربع. يلا بيها نشوفوه. نعمل السطر. طبعا حطينا الخرز اه زي ما موجود في البطرون. نقرأ البطرون كويس. ونعمله اه نفس الترتيب. ها هون. شايفين بقى? سيكون متاسة ازاي? حرزة ضيئة. اه 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 منصي. يحيط. سيكون متاسة. نعمل معكم سطر اخير نعمل سطر الرابع نبص للبطرون ونضع الخرز على اساسه نعمل السهولة سهل جدا اختار الخرز من اسباط بقدر الامكان بقدر المستطاع نعمل سطر الرابع سطر الرابع نعمل السهولة بس لما نوصل لها هنعمل الجنب ده كله وساعة ما نجي النقص هعمل لكم الفيديو بتاع التنقييس علشان نشوف هنقفل ازاي ونعمل شريط الرقبة وهبقى نقص لنا ايه الشرشيب بتاع النزل من القطعة وشريط الرقبة والتقفيل النهائي يا رب ان شاء الله تابعوا معي خطوة بخطوة وانا معاكم باذن الله في اي استفسار او اي سؤال عن الشغل وانتو بتستخدموا يعني هو في حاجة وقفت معاكم يلا نشوفكو في الفيديو الجديد